ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لكافة التدابر والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 وتطويق رقعة انتشاره وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقييد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم وتابع البلاغ رسمي بأن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2292 والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحداهتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد وفي هذا الشأن يسترسل المصدر تشدد السلطات العمومية على تصميمها التابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من تبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي